حاجات لازم تتغير بقى خلاص في الكورة يعني عيسى حياته بقى له يعني كتير قوي رئيس التحاد الدولي اعتقد حاجة وعشرين سنة سبعة عشرين سنة ثمانية عشرين سنة وفي احنا في مصر هنا يعني مظلومين في حاجات بتحصل كتير في الشمال الافريقيا على سبيل المثال موضوع البس التليفزيوني والبطولات اللي تم بحها للشركة الفرنسية اللي باعتها لقناة بي اين سبورت لغاية الفين تمانية وعشرين لازم نبقى مجبرين على الاحتقار اللي احنا ماينفعش احنا يبقى نتفرج على البطولات دي غير من خلال القنوات القطرية او القناة بي اين سبورت محترامي لاي قناة انا مش بهاجم القناة ولكن في حاجات مش صحيحة بتحصل في فساد حاصل في الاتحاد الافريقي زي ما قلتلكو انا يعني سافرت حزت كتير جدا في العالم رحت اوروبا ورحت معظم دول افريقيا هتكلم على افريقيا بالذات وعلينا كدول عربية وكشمال افريقيا مصر والجزائر وتونس والمغرب والليبيا انا عمري وشفت دول اللي انا بقول عليها مصر وتونس والليبيا والجزائر والمغرب مش عارفة تزيع مطشط بتاعت منتخباتها مش عارفة تزيع البطولة بتاعت بطولة امم افريقيا لكن بنشوف في الدول الافريقية اللي هي محترامي كلنا طبعا بنقدر كل الدول الافريقية لكن دول اصغر مننا في التاريخ وفي المكانة وفي المساحة وحتى على مستوى الجماهيري والشعب احنا مثلا في مصر 95 مليون دول صغيرة في افريقيا بتزيع المطشط عادي عادي جدا هتروحوا موريتانيا هتلاقيهم بيزيعوا المطشط عندهم قنوات واخدى المطشط هتروح ارضي وفضائي هتروحوا السنغال هتلاقيهم اخدين المطشط هتروحوا مدغشكر هتلاقيهم اخدين المطشط هتروحوا جنوب افريقيا هتلاقيهم اخدين المطشط زامبيا انجولا اي دولة في افريقيا بتزيع بطولة امم افريقيا ارضي وفضائي معا ده احنا شمال افريقيا منطقة العربية وشمال افريقيا عشان قناة بي ان سبورت بتشتري شارية الحاجات دي من شركة فرنسية اللي هي شريكة معاهم من الاتحاد الافريقي في لعب جامد جدا وبرضو انا بواجه كلامي للحكومات العربية وحكومات الدول شمال افريقيا مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب يا جماعة ما تسكتوش لازم يبقى ليكم واقفة في انتخابات دلوقتي احنا اتلعب علينا لعبة واللعبة دي هتفضل موجودة لغاية 2028 هنقض نتفرج على البطولات افريقيا الكبار اللي هي المنتخب الاول البطولة امم افريقيا البطولة افريقيا للمحليين برضو احتكار المنافسة بي ان سبورت مش عارف الدوري الاسباني والدوري الانجليزي وكل حاجة محدش يملك اي حاجة غير القناة دي وممنوع حد في الشرق الاوسط يشتري او يزيع اي منتج حتى بطولة امم افريقيا للشباب معرفناش نتفرج عليه لازم من بي ان سبورت لو معدوش بي ان سبورت لازم يروح عند قهوة يتفرج او يشتري بالوقت بألفين تلات تلاف جنيل دي كودر ويتفرج على المطشاط حتى حتى دوري ابطال افريقيا الاهلي والزمالك واسموحة والمصري من الدور الجاي دور الستاشر خلاص بح لازم نتفرج في قناة بي ان سبورت انا عمري شفت كده هنا مفيش عدم تكافؤ فرص خالص يعني رحت بقولك حتى في اوروبا سافرت انا كنت في الصفر لفتفة كبرص بتفسح انا وولادي وامراتي كان وقت بطولة امم اوروبا فلاقيت انى مفيش دولة في اوروبا ما بتزيعش البطولة كبرص لها لازم تزيع البطولة א�رضي وفضائي يعني بطولة امم اوروبا اللي هي بقى الاتحاد الاوروبي الكرة القادمة بطولة امم اوروبا ده منتج المنتج ده ليه سعر مثلا ساي بمليون دولار مثلا اي قناة تقدر تدفع مليون دولار تشتري المنتج ده اللي هو تزيع اللي تاخد حق بس بطولة امم اوروبا كوبروس تزيع اليونان تزيع أسبانيا فرنسا ألمانيا أي دولة في أوروبا أو حتى خارج أوروبا لها القدرة اللي هي تدفع سعر المنتج اللي هو بطولة أمم أوروبا وتتزيع أنا تفرقت في كوبروس أرضي وفضائي على بطولة أمم أوروبا فيش حاجة اسمها هناك احتقار ممنوع أن شركة أو قناة تشتري حق احتقار بطولة في الاتحاد الأوروبا يمنع ومفروض في العالم كله كده يعني اليورو سبورت القنالة الألمانية الرياضية كانت بتزيع بطولة أمم أفريقيا مش عارف قناة ايه في أوروبا كانت بتزيع بطولة أمم أفريقيا مش عارف قناة ايه في أمريكا الجنوبية كانت بتزيع بطولة أمم أفريقيا وإحنا الدولة الأفريقية اللي البطولة في قارتنا ومنتخبنا بيلعب ووصل للنهائي مش عارفين يزيع البطولة ده الكلام ده من إمتى من 2010 مش من دلوقتي ممنوعة ولا أرضي ولا فضائي ولا إزاعة حتى إزاعة أرضية اللي هو الراديو ممنوعة فلازم الناس تتحرك دلوقتي فيه انتخابات لا تعال بقى مش عيسى حياته ده اللي باعي لا كل الدنيا ضده يعني عايزة شوف جزائر وتونس والمغرب ومصر وليبيا هيصوتوا المين هيضوا صوتهم لمين في الانتخابات القادمة لازم يبقى فيه موقف يا جماعة لازم مصر بلد كبيرة جدا المغرب بلد كبيرة جدا تونس الجزائر ليبيا كل دول شمال أفريقيا دي بلد كبيرة جدا مش عارف ليسا كتين على الموضوع ده يعني لو الدول دي خدت قرار قالت لك مش حنلعب بطولة أم أفريقيا في التصفيات اللي جاي مش حنلعب عشان احنا معترضين على بيع الحقوق مصر بقى أنا كمان يعني الفجر الفجر في الموضوع ان دول شمال أفريقيا بس هي لما تقدرش تزيع المطشاط لكن دول غرب أفريقيا دول وسط أفريقيا دول شرق أفريقيا الجنوب كله بيزيع عندهم قناة اسمها نجل سوبر سبورت في جنوب أفريقيا بتزيع البطولة في كل بلد من بلدان أفريقيا تقدر تزيع البطولة فعندنا مشاجل كتير في مصر مع ودول شمال أفريقيا مع الاتحاد الأفريقية ومع عيسى حياته على وجه التعديد ويعني بين قوي ان فيه فساد وفيه رشاوي وفيه 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 لكن طبعا ما فيش حاجات ملموسة يعني ما عيش ورقة كده تقول ان عيسى حياته ده رجل فاسد او مسكين عليه حاجة كل حاجة متزبطة زي ما كان جوزيف بلاتر بس جوزيف بلاتر ساعتها أمريكا هي اللي وقفت ضده رئيس الاتحاد الدولي السابق أمريكا وقفت ضده عشان جوزيف بلاتر ادى كاس العالم اللي جاي 2018 لروسيا فبدأت المخابرات الأمريكية بقى تطلع له وراءه وملفاته حكته كلها فطلع بقى ان هو فاسد وكذا 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 ومشيل بلاتينين اللي هو نجم الكورة الفرنسية طبعا السابق ورئيس الاتحاد الأوروبي فساد فالدور عليك حياته بس هل بقى حياته حينجح في الانتخابات القادمة طبعا هو حياته قوي جدا خلي بالكم يعني حياته داخل قرد أفريقيا قوي جدا كعلاقات مع رؤساء دول يعني الفترة اللي فاتت لو تلاحظوا هتلاقوا ان الجابون الجابون وغينيا الاستوائية كل مرة يعني خلال السبع تمن سنين اللي فاتوا ينظموا بطولة أمه أفريقيا الجابون هي نظمة البطولة يعني صديق رئيس الجابون وصديق رئيس غينيا الاستوائية ومش عايف صديق مين خلي بالكم منظومة الاتحاد الأفريقي دي حاجة قوية جدا